اتفاق أردوغان بوتين في سوتي لم يحمل إدلب إلى شط الأمان على ما يبدو فثمت مخاوف من أن يكون مصير هذا الاتفاق كاتفاقات سابقة خفض فيها التصعيد على الورق فقط أما في الواقع بلغ التصعيد أوجه وانتهى بسيطرة النظام على الغوطة الشرقية ودرع وريف حمص الشمالي مخاوف فشل تطبيق الاتفاق أدتها تركيا وتستند في أسبابه على وجود عراقي لا تتعلق بخطوات تنفيذ هذا الاتفاق وهذا ما جاء على لسان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن الذي اعتبر أن البند المتعلق بإخراج المعارضة من إدلب لا يمكن قبوله كما أن كثيرا من بنود هذا الاتفاق لا زالت ضبابية ولا وضوح فيها سوى بما يتعلق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها نقاط مراقبة روسية وتركية على امتداد الشريط الفاصل بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة نظام الأسد كثير من التفاصيل غابت عن الاتفاق حيث لم تتضحوية الطرف الذي يفترض أن يتسلم السلاح الثقيل للفصائل في المناطق العزلة فضلا عن غياب الحديث عن مصير مسلحي جبهة النصرة المصنفة على أنها تنظيم إرهابي ولا تتوقف المخاوف من فشل هذا الاتفاق على طبيعة بنوده وكيفية تنفيذها فثم تطرف إقليمي ثالث حضر في اتفاقات أستانا لخفض التصعيد وغاب عن سوتشي إدلب على الرغم من وجوده في الساحة العسكرية المحيطة بإدلب وكالة الأنضال أشارت إلى انتشار ميليشيات مدعومة من إيران بمحيط إدلب متوزعة على 232 نقطة وبما أن إيران خارجة عن هذا الاتفاق فمن غير المستبعد أن تعتمد على أذرعها العسكرية في عرقلة الاتفاق الذي لم يبصر النور بعد كما تبديه الوقاع موسيقى